اذا بدنا نفسر او نحكي عن اهم الفيتامين او المكملات الغذائية اللي لازم ناخدها بعد الخطوة لعمل جراحي وهون بخص بالذكر عملية شفط الدهون نحن بعد العمل جراحي رح ناخد انتيبيوتك هذي الانتيبيوتك بتأثر على الامعاء وبتأثر على الفلورة المعوية اللي هي بتنتج عادة بالمجمل فيتامين بي هذي ممكن ناشطها بناخد لبن لبن زبادي حكايت عنه قبل وقت ليش بناخده هو والبن المسلوق شوفوا دوره على الفيديو اضافة لانه ممكن يساعد تناول خميرة البيرة او الاشياء المواد مثل اللبن مثلا على سبيل المثال لا الحصر ولا الادعاية لبن اكتيبيا لانه بيحتوي على الباسيلوس اللي هي بتساعد بتصنيع الفلورة المعوية او الجراسيم المعوية اللي هي بتنتج لي فيتامين بي اذا نحن بنقص عنا فيتامين بي فلحنا لازم ناخد فيتامين بي هادا من جهة لازم ناخد لنرفع المناعة كمان ناخد فيتامين سي دال فيتامين دال وزنك هادون ممكن ناخدون موجودين بسنتروم بعد عمر الاربين ممكن سنتروم سيلبر بهالحالات ممكن ناخد سنتروم سيلبر يعني بعد العمل الجراحي بعدين نرجع لسنتروم اضافة لبدنا نحنا نولد الكولاجين بعد مثلا بعد عملية صفت الدهون لهيك نحنا لازم ناخد الفيتامين سي ورح ناخد حمض اميني اماين واسد يحتوي على بيساعد بتصنيع الكولاجين هو اللايزين